السلام عليكم ورحمة الله One UI 5.0 واجهة سامسونج الجديدة بإصدار بيتا 2 أنا متحمس كثيرا لاستعراض هذه الواجهة معكم وإيضا طريقة تثبيته الواجهة ما فيها الكثير من المميزات البصرية ولكن فيها الكثير من المميزات التقنية باعتمادها على أندرويد 13 إذا كنت متحمس مثلي خلينا نستعد أنا معكم علي سهيل بسم الله نبدأ توفر الآن أحدث إصدار من واجهة سامسونج الجديدة One UI 5 إصدار بيتا 2 لهواتف S22 و S22 Plus و S22 Ultra إذا كنت ترغب في تثبيته فقد تأكد من أخذ نسخة احتياطية من هاتفك ولا ينبغي أن يكون جهازك الأساسي لأنه لا بد أن تكون هناك أخطاء قد تؤدي إلى تعطيل تجربتك باستخدام الجهاز نفسه بسبب أن هذا الإصدار هو إصدار تجريبي ولم يصدر الإصدار الرسمي حتى الآن أما الآن فالعملية بسيطة للغاية فكل ما عليك فعله هو التوجه إلى متجر سامسونج جالكسي والبحث عن تطبيق أعضاء سامسونج وهو تطبيق رسمي لذلك ليس عليك القلق منهم وبعد أن تقوم بتثبيته وتشغيل أحدث إصدار بمجرد الانتهاء من ذلك ما عليك سوى فتح التطبيق وستظهر في الأعلى قائمة بلافتات مختلفة التي تحتاج فقط إلى التمرير والبحث عن لافتة التسجيل One UI 5.0 إذا كان متوفر لبلدك فستحصل عليها الآن ما عليك سوى النقر فوقه وهنا إذا قمت بالتمرير للأسفل فسترى زر التسجيل تأكد من أنك قمت بتسجيل نفسك وهذا كل شيء ثم انتقل أخيرا إلى تحديث برنامج إعداد الهاتف وهنا سترى ملف التحديث الخاص بالملف One UI 5.0 سيتم التنزيل في غضون 10 إلى 15 دقيقة ولكن أنا لن أتم هذا على هذا الهاتف وسأعمل على تنزيله على هاتف S22 Plus وأطلب منك أيضا عدم تنزيله على هاتفك الرئيسي لأنه قد يكون هناك بعض الأخطاء في هذه الواجهة فهو إصدار تجريبي ولم يتم تنزيل الإصدار الرسمي حتى الآن لدينا هاتف S22 Plus الذي يعمل بواجهة One UI 5.0 المعتمدة على أندرويد 13 وأول شي لاحظته بعد هذا التحديث الرموز الجديدة في تطبيقات سامسونج مثل تطبيق الرسائل ومدير الملفات وما إلى ذلك الآن ليس مجرد رموز على الرغم من وجود بعض التغيرات المرئية الأخرى على سبيل المثل الرموز الموجودة في الإختارات أصبحت أكبر وهذا أفضل على ما أعتقد لأنه لديك الآن فكرة واضحة عن التطبيق دون أن تقوم بالتمرير للأسفل وفي القائمة المنسدلة يظهر لك هذا الرمز الجديد وهو حسابات المستخدمين في واجهة مستخدم واحدة وهذا جميل لأنني أعرف أن الكثير من الأشخاص يكرهون حقيقة أنه لا يوجد دعم لحسابات مستخدمين متعددة في واجهة مستخدم One UI وأيضا هناك يوجد خيار تطبيقات النشطة حيث يعرض لك التطبيقات التي تعمل في الخلفية ويمكنك النقر بالقرب منها على زر الإغلاق لإغلاق أي تطبيق متواجد يعمل بدون علمك وهو مفيد جدا وخاصة للهواتف في الفئة المتوسطة فهو يزيد من حجم المساحة الخالية للرام وأيضا يوفر من استهلاك البطارية وأيضا يكون تخصيص خلفية الشاشة أفضل في واجهة مستخدم One UI 5 حيث يمكن الحصول على خيارات أعمدة ألوان جديدة وفيها الكثير من الخيارات بالمقارنة مع واجهة One UI 4 حيث أن هناك بالإضافة إلى وجود علامة ألوان أساسية التي تمنحك الكثير من الخيارات بعد ذلك ستحصل الآن على خيار ما إذا كنت ترغب في تلقي إشعار أم لا من التطبيق الذي قمت بالتثبيت حديثا وهذا أمر رائع وأيضا إذا انتقلت إلى الإشعارات ستتمكن من تحديد نمط الإشعارات التي ترغب في تلقيها من أحد التطبيقات على سبيل المثال أنا أكره الإشعارات المبثقة وخاصة من تطبيقات التي تعمل على ترويج المنتجات والأشياء التسويقية التي تزعجني والأمر المدهش أيضا فأنت تعلم عندما تعطي هاتفك للإصلاح تكون عندها قلق بشأن بياناتك الشخصية فهناك شيء يسمى الآن وضع الصيانة الذي يمكنك تشغيله وستعمل على حماية بياناتك الشخصية وصور الرسائل وحسابات الرسائل ولا يمكن الوصول إليها إلا أن بعض التطبيقات المثبتة مسبقا سيسمح لها مثل نظام آيزو الجديد ويمكنك الآن تكديس عناصر واجهة المستخدم الخاصة بك وأقصد التطبيقات المصغرة في عنصر واجهة مستخدم واحدة ويوفر لك مساحة على شاشتك الرئيسية إذا إذا ضغطت طويلا ستظهر لك خيارات أضغط على تحرير ستتمكن الآن من إضافة المزيد والمزيد من عناصر واجهة المستخدم من تطبيقاتك المفضلة ويمكنك فقط التنقل فيما بينها وقد قدمت سامسونج عنصر واجهة المستخدم الخاصة بها والتي تمكنك من إضافة تطبيقات مصغرة لأي برنامج موجود لديك وهي تعمل بشكل جيد أما في إعدادات الواي فاي في واجهة One UI 5.0 فهنا خيارات واي فاي ذكية جديدة توفر كل هذه الخيارات لكن الشيء الرائع أنه يحتوي على صفحة خيارات للمطورين والتي يمكن تمكينها من خلال النقر هنا عشر مرات حيث توفر لك خيارات المطور العديد من أدوات التشخيص ويمكنك رؤية المعلومات عن شبكة الواي فاي الخاصة بك ويمكنك حتى رؤية جميع شبكات الواي فاي القريبة ونطاقها مع هذا الرسم البياني للمظهر الرائع ويمكنك أيضا معرفة مقدار استخدام نظامي 2.4 و 5 جيجاهتز ويمكنك أيضا التحقق من تشخيصات شبكة واي فاي والتحقق من التطبيقات المتصلة بالشبكة هناك أيضا عدد غير قليل من الخيارات الجديدة في صفحة الإعدادات بواجهة 5.0 حيث تغيرت صفحة القياسات الحيوية والأمان إلى الأمان والخصوصية في هذا التحديث الجديد وهي بالأساس المكان الوحيد لتتبع تحديثات الأمان الخاصة بهاتفك ومشكلات الخصوصية وتحتوي صفحة الإعدادات أيضا على واجهة مستخدم جديدة للرفاهية الرقمية التي تظهر لك المزيد من المعلومات مباشرة على الشاشة الرئيسية وهناك أيضا نغمة الرنين الجديدة والتي تم إعادة تصميمها والتي كانت موجودة أيضا في الواجهة السابقة وهناك أيضا نغمات جديدة وأيضا هناك المكبرة حيث تدخل إليها من الإعدادات الميزات وإمكانية الوصول وهناك أيضا عناصر واجهة مستخدم لها وتعمل بشكل جيد فهي تستخدم الكاميرا المقربة أو الماكرو ويمكنك الإختيار بين أنظمة ألوان مختلفة لزيادة السطوع والقيام بالكثير وقد تغيرت إعدادات الإشعارات أيضا وأصبح يمكن فتحها مباشرة في قائمة التطبيقات الآن ويمكنك الآن تمكين أو تعطيل أنواع الإشعارات المختلفة مثل شارة شاشة الحظر والنوافذ المبثقة فلا يزال بإمكانك الإختيار بين الإشعارات المبثقة الموجزة والمفصلة ولكن هذا الخيار قد انتقل هنا وعندما يكون لدى One UI الجديدة 5.0 أيضا ميزات أندرويد 13 لتعين اللغات لكل تطبيق لكن يتم دعم تطبيقات جوجل فقط حتى الآن دون الحاجة إلى تغيير لغة الهاتف الأساسية وهذه ميزة مفيدة الآن وأمل أن تقدم التطبيقات الشائعة أو الطرف الثاني الدعم لهذه الميزة وأيضا هناك تم تحديث تطبيق الكاميرا باستخدام الكثير من المميزات الجديدة والتغييرات أولا إذا كنت تلتقط صورة بها نصف فستحصل على هذا الخيار على الفور الذي يتيح لك استخراج النصف بسهولة أعني أنه يمكن نسخ النصف من هنا إذا كان رقم هاتف فستحصل على خيار الاتصال بسهولة ويمكنك أيضا استخراج النصف من الصورة القديمة باستخدام رمز T في تطبيق المعرض والذي موجود هنا يكون الزر T متاح عند التقاط لقطة شاشة بنصف في قسمين وأيضا هو مفيد ويعمل بالفعل بشكل جيد جدا حتى أن تطبيق لوحة المفاتيح يحتوي على خيار استخراج النص وأيضا نسخ النص من الصورة عندما ترسل رسالة نصية ويحتوي تطبيق الكاميرا على بعض الميزات الأخرى بالمناسبة يوجد زر رجوع هنا إذا انتقلت إلى أحد الأوضاع من الصفحة الأخرى ويمكنك إضافة علامة مائية إلى صورك بخطوط مختلفة ومحاذا نصية ويعمل وضع الطعام الآن مع الكاميرا المقربة حيث يحتوي الأوضاع الاحترافية على رسم بياني وهناك زر جديد عند استخدام أي عنصر من عناصر التحكم لمساعدة مستخدم الوضع الاحترافي الجديد فهم المصطلحات بشكل أفضل ويمكنك دائما تعين خلفيات المكالمات في واجهة المستخدم One UI ولكن في واجهة مستخدم One UI 5.0 يمكنك تعين خلفية مكالمات مختلفة لجهات اتصال مختلفة يعني أنه يمكنك تحرير جهة اتصال بالنقر هنا والانتقال إلى خلفية الاتصال وتعين خلفية مكالمات فردية مع صورة أو فيديو من المعرض أو حتى شيء به رمز تعبيري يرمز إليك وإذا كنت تذكر ميزة تعدد المهام التي يمكن أن تكون رأيتها في هاتف Z4 والخبر الصار هو أنه موجود في التحديث التجريبي One UI 5.0 على S22 وهذا يعني أنه سيصل إلى الكثير من أجهزة سامسونج الأخرى ومن الواضح أنه جيد جدا حيث يمكنك الآن التمرير سريعا من الأسفل لوضع تطبيق في شاشة مقسمة ويمكنك أيضا الاحتفاظ بتطبيق في الشاشة الحديثة وسحبها لوضعها في النافذة العائمة أو الشاشة المقسمة ويمكنك أيضا التمرير من الأعلى للأسفل مثل هذا لوضع تطبيق في نافذة عائمة رائعة جدا وأيضا تم تحديث تطبيق المعرض ببعض الميزات الجديدة التي تتيح لك أداة القصر واقتصاص الصور بأشكال مختلفة والآن يمكنك أيضا تحويل أي صورة إلى ملصق وإضافتها في الصورة التي تقوم بتحريرها وأيضا هناك تحديث في لوحة مفاتيح سامسونج حيث يمكنك إضافة مفاتيح الترقيم هذه والبريد الإلكتروني أو مفتاح موقع الويب في شريط المسافة إذا كنت تريد أن يكون متوفر لمن قسم الرموز التعبيرية ويمكنك الآن سحب ومسح هذه الأزرار أو خيارات الرموز التعبيرية هذه في تطبيق لوحة المفاتيح ولكن هناك الكثير من الميزات وكما قلت من الواضح أنه ليس هناك تجديد مرئي كبير ولكن هذا تحديث رئيسي واحد وأعني أن هناك الكثير من المميزات الأساسية وقد أحببت بصراحة حقيقة أن هناك حسابات مستخدمين موجودة أخيرا هنا في واجهة مستخدم 5.1 كما أنني أحب ميزة استخراج النص الجديدة التي تم دمجها حديثا في جميع عنحاء نظام التشغيل طبعا في نهاية هذا الفيديو أتمنى منك تعطيني رأيك بالتعليقات إذا كنت تفضل واجهة One UI أم لا وإذا كنت تفضل أي واجهة من الواجهات الأخرى في نظام أندرويد وإذا كنت غير مشترك بالقناة أتمنى منك تشترك معي بالقناة وتفعل الجرس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتبلك والسلام عليكم ورحمة الله